دين السعادة والمحبة والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال دين التبصم والحوار بلا جدال فيه التوسط في الأمور والاعتدال ديننا ديننا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مكان في مصر والوطن العربي أسعد الله أوقاتكم بكل خير وحلقة جديدة من برنامج هذا ديننا وفارس من فرسان هذا المجال فرسان السنة في مصر وأحد علماء وزارة الأوقاف يسعدنا أن يكون معنا ضيفنا الغالي المفوه صح بالكلمة الطيبة معالي فضيلة الدكتور محمد السعيد عطلة وللحقيقة دائما يأتي بعد مشقة وجهد من مدينته ومدينة المنزلة من الجمالية جهد كبير عشان يجلنا يكون معنا هنا ولكن إحنا دائما حرصين أن نستمتع بالحوار معاه وننهل من علمه وهذا البحر الكبير حلقة طيبة بعنوان تسكية النفس معنا كده وإن شاء الله بإذن الله تسعده بهذا الحوار أهلا وسهلا بفضيلة الدكتور محمد السعيد عطلة حافظكم الله دكتور العالم الجليل بنسعد بوجود حضرتك وتلتك الطيبة على قناة الصحة والجمال شكرا جزيلا مرحبا بحضرتك وبسدر المشاهدين أجمعين ربني يجبر خطرك والحقيقة عنوان ولا أروع عن تسكية النفس وزي ما عودتنا دائما حضرتك بتتألق في التأصيل لهذه الأمور فالنفس مجهدة متعبة مجهدة متعبة يعني عايزين النهاردة نتكلم ونتناول محاول كتير عن النفس ولكن تسمح لي أبدأ مع حضرتك عن الأول معنى تسكية النفس دنياك يا مرتدي أثواب عزتها يوما ستفنى ويبقى الرب بانيها فزك نفسك وعمل للحساب غدا وازرع سنابل خير سوف تجنيها الحمد لله الملك القدوس والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي علمنا تسكية النفوس صلوات الله وسلامه عليه ما عنت لله الوجوه وخضعت الرؤوس أما بعد فإن النفس هي جماع الروح والبدن وفي الحديث الذي رواه ابن عباس لا تزال الخصومة يوم القيامة بين الخلق حتى تختصم الروح والبدن فتقول الروح للبدن أنت عملت السيئات فيقول البدن للروح وأنت أمرتني وحركتني فيبعث الله ملكا ليقضي بينهما فيقول لهما إنما مثلكما كمثل مقعد وأعمى دخل بستانا فيه ثمر فرأى المقعد ثمرا معلقا في البستان فقال للأعمى إنني أرى ثمرا معلقا لكنني لا أستطيع النهوض إليه فقال الأعمى للمقعد إنني أستطيع الوصول إليه لكنني لا أراه فقال المقعد للأعمى تعال فاحملني ثم امشي بي حيث آمرك فحمل الأعمى المقعد ومشى به حيث وجهه إلى أن وصل إلى الثمر فقطفه قال الملك للروح والبدن فعلى أيهما تكون العقوبة أي عقوبة سرقة الثمرة قال عليهما معا فقال الملك للروح والبدن فكذلك أنتما فالنفس البشرية جماع للروح والبدن وتزكية النفس مصطلح يعني تطهير النفس وتنقيتها من ارتكاب المعاصي والذنوب والآثام والفواحش وتنظيف النفس البشرية من التعلق الزائد بملذات الدنيا وشهواتها ومن حب الدنيا الزائف فالدنيا تتقلب فيها أحوال الناس ناس تحت التراب تزورنا في المنام وناس فوق التراب لا ترد علينا السلام من الناس من يسكن قصرا وتضيق به الحياة ومن الناس من يسكن كوخا أو بيتا صغيرا ويشرح الله صدره قد تجد رجلا له إخوة أشقاء ومع ذلك يعيش وحيدا بسبب الخصومة والكراهية والقطيعة وقد تجد رجلا ولد وحيدا ولكن حوله إخوة لم تلدهم أمه قد تجد أغنياء ويبخلون بل ويرتشون وقد تجد فقراء ويتعففون بل ويتصدقون لهذا سماها ربنا دنيا وليست عليا فإياك وأن تحكم فيها على مستقبلك من خلال ماضيك فالأنبياء رعوا الغنم ثم قادوا الأمم وإياك أن تثأر فيها من أجل عرض زائل فالطيبون عندما يطعنون قد يتوعدون بالانتقام ولكن عندما تأتيهم الفرصة على طبق من ذهب تصرخ ضمائرهم العفو عند المقدرة وليعلم كل إنسان يتكاسل عن تزكية نفسه أنه سيظل في دائرة الضياع والهموم والأحزان إذا كانت الصلاة ليست في دائرة اهتمامه فالنجاح والفلاح في الدنيا والآخرة مقرون بالصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح فكيف يفلح من لا يصلي أقول لأي إنسان يتقاعص عن تزكية نفسه اعلم أنك في امتحان وفي أي لحظة سيتم سحب ورقتك وينتهي الوقت الذي خصصه الله لك فبادر بتصحيح أخطائك ووضع الصواب في سجلك قبل رحيلك وركز في ورقتك ولا تنشغل بورقة غيرك واعلم أن الخسارة الحقيقية ليست في فقد صفقة تجارية أو فرصة عمل أو قطعة أرض أو ما شابه ذلك ولكن الخسارة الحقيقية أن تكون الجنة عرضها السماوات والأرض ولا يوجد لك مكان بها خسارة شديدة ستدرك في وقت متأخر أن معظم المعارك التي خطها في حياتك الدنيا لم تكن سوى أحداث هامشية الهدك عن مهمتك الحقيقية في الحياة وهي تزكية النفس والسعي من أجل طاعة الله ونيل رضاه فحاول أن تجعل هذا الإدراك مبكرا من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك غدا ستصبح فردا ولون حالك حالك ولست والله تدري أي المسالك سالك إما لجنة عدن أو في المهالك هالك قد تسخر لو قيل لك إن شخصين يقتتلان من أجل بعوضة فما بالنا إذا رأينا كثيرا من الناس يتخاصمون ويتصارعون ويتشاجرون من أجل دنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة نأتي إلى الدنيا ونحن سواسية طفل الملوك هنا كطفل الحاشية ونفارق الدنيا ونحن كما ترى متشابهون على قبور حافية أعمالنا تعلي وتخفض شأننا وحسابنا بالحق يوم الغاشية فاختر لنفسك ما تحب وتبتغي ما دام يومك والليالي باقية فغدا مصيرك لا تراجع بعده لجنان خلد أو لنار حامية الله أكبر وإحنا بنتكلم في معنى تسكية النفس وقلنا أنها بين الروح والجسد يبقى لازم برضو بعد هذا الكلام الرائع أقول أنواع التسكيات هل هناك أنواع بالتسكيات في فارق بين تسكية وتسكية؟ هناك قسمان لتسكية النفس التخلية والتحلية والتخلية تكون قبل التحلية التخلية يعني تنقية النفس مما يدفعها إلى ارتكاب الزنوب والمعاصي يقول الإمام الغزالي عليه سحائب الرحمة إن في النفس البشرية رموزا أربعة نعم على المرء العاقل أن يزكي نفسه ويحارب في نفسه ثلاثة رموز ليحيي رمزا واحدا كل نفس بشرية فيها سبع وكلب وخنزير وحكيم الرمز الأول السبع وهو رمز السطوة والجبروت والتغطرس والتكبر وحب الزات وهذا الرمز يحارب في ديننا بالصلاة لأن العبد عندما يصلي فإنه يضع جبهته على الأرض تواضعا وإجلالا لأعظمة خالقه فينكسر الكبر في نفسه والله عز وجل لا يقبل الصلاة من متكبر ليس كل مصل يصلي إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي وكف شهواته عن محارمي ولم يبت مصرا على معصيتي لذلك كان الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يوصي ولده الحسين ويحذره من ثلاثة ألفاظ فيقول له احذر من الألفاظ ثلاثة أنا ولي وعندي فإن هذه الألفاظ الثلاثة جرت على ألسنة الفجرة أنا اختص بها إبليس حيث قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ولي اختص بها فرعون حيث قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي وعندي اختص بها قارون حيث قال إنما أوتيته على علم عندي فالرمز الأول هو السبع ويحارب في ديننا بالصلاة الرمز الثاني الكلب وهو رمز الطمع والجشع والبخل والشح وحب التملك وهذا الرمز يحارب في ديننا بالزكاة لأن الزكاة فيها تعويض للنفس البشرية على البزل والعطاء وفيها تطهير للنفس من الشح والبخل والطمع والجشع وحب التملك خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها لذلك حسنا ديننا على الصدقات وعلى مراعاة الفقراء حتى لا نكون كما قال القائل كلوا واشربوا أيها الأغنياء وإن ملأ السكك الجائعون ولا تلبسوا السوب إلا جديدا وإن لبس الخرق البائسون ويا فقراء لماذا التشكي ألا تستحون ألا تخجلون دعوا الأغنياء ولذاتهم فهم مثل لذاتهم زائلون فالرمز الثاني الكلب هو رمز الطمع والجشع وحب التملك يحارب في ديننا بالزكاة الرمز الثالث الخنزير وهو رمز الانكباب على الشهوات سواء كانت شهوة البطل أم شهوة الفرش وهذا الرمز يحارب في ديننا بالصيام لأن الصيام فيه إقلاع وامتناع عن الطعام والشراب والجماع والشهوات صحيح وفيه ارتقاء بالجانب الروحي في النفس البشرية على الجانب الطيني فيها لأنه كما ذكرنا أن النفس البشرية فيها جانب طيني وجانب روحي فإذا سويته ونفقت فيه من روحي فقعوا له ساجدين الصيام يرتقي بالجانب الروحي ويجعل الإنسان لا ينخضع بالدنيا وإنما يعمل للآخرة كما يعمل للدنيا فمن آثار تزكية النفس أن الإنسان يعيش في معادلة متوازنة لا يهمل دنياه ولا يقصر في آخرته اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا وعمل لآخرتك كأنك تموت غد وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْهُ لكن من المؤسف أن نجد كثيرا من الناس هم في الدنيا عباقرة أباطرة أغنياء مهرة ولكن لا هم لهم أن يكون لديهم رصيد من الحسنات في ميزان الأعمال عند الله يوم القيامة رغم هول هذا الموقف الإمام أبو داود يروي حديثا عن سيدنا الحسن يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا رأسه الشريف في حجر السيدة عائشة فنعس فذكرت السيدة عائشة الآخرة فبكت فسال دمعها فنقط على خد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نائم فانتبه قال ما يبكيك يا عائشة قالت ذكرت الآخرة هل تذكرون أهليكم يوم القيامة يا رسول الله هل ستذكرني وأنا لك الحبيبة بنت الحبيب فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يا عائش والذي نفس محمد بيده في مواطن ثلاث فإن أحدا لا يذكر إلا نفسه إذا نصبت الموازين ووزنت الأعمال حتى ينظر ابن آدم أيخف ميزانه أم يسقل وعند تطاير الصحف واستلام الكتب حتى ينظر أب شماله يأخذ كتابه أم بيمينه وعند الصراط حتى ينظر أيججازه أم يهوي في نار جهنم كل من ينسى هذا الموقف أقول له الحياة قد تنقلب عليك في لحظة بمكالمة هاتف بنتيجة تحاليل أو فحص طبي بخطوة خاطئة في الطريق أو غير ذلك لحظة واحدة كفيلة بجعلك تدور حول نفسك مهما كانت مخططاتك وترتيباتك وتأميناتك فالحياة تخبرنا دائما بأنه لا يوجد بها ضمان ولا أمان إلا بحفظ حقوق الله إلا بتقوى الله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أوضح لنا منهاج النجاح في ثلاثة ألفاظ احفظ الله يحفظك فلا ترهق نفسك بالتفكير ولا تحمل هم الغد فلا أحد يعرف ماذا تحمل معها اللحظات القادمة وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي عرض تموت نامت أعين وصهرت عيون في أمور تكون أو لا تكون إن ربا كفاك بالأمس ما كان سوف يكفيك في غد ما يكون فادرأ الهم عن النفس ما استطعت فحملانك الهموم جنون فأرح بالك وارم كل الهموم والأفكار والقلق وراء ظهرك وتوكل على الله وزك نفسك والله سيصلح بحكمته حياتك وقل دائما اللهم تولني بفضلك في من توليت الخنزير وقلنا نحاربه أو نموذج الخنزير بالصياب ويتبقى لنا النموذج الرابع الرابع هذا هو تزكية النفس تزكية الحكمة كل نفس فيها سبع وكلب وخنزير وحكيم الإنسان العاقل يحارب السبع والكلب والخنزير ويحيي في نفسه الحكمة وإحياء الحكمة يكون بذكر الله وتلاوة القرآن وتعلم القرآن ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ولذلك قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين والحسد هنا المقصود به الغبطة يعني تمني مثل ما عند الغير دون تمني زوال نعمة الغير رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الحكمة أن يعيش الإنسان متصلا بالقرآن أن يكون لسانه رطبا بذكر الله عز وجل مدام الإنسان موصولا بذكر الله موصولا بالقرآن فقد ارتقى بهذا الرمز في نفسه يعني أخذ من كلام حضرتك ده أن من الترق التي يستطيع الإنسان أن يزكي بها نفسه التواصل أو التواصل الدائم مع القرآن صحيح يعني أنا كنت أحتاج أن حضرتك تستفيد في طرق التواصل أو طرق تسكيات النفس ولكن أنا أخذ من حضرتك دلوقتي أنه من طرق تسكيات النفس التواصل الدائم من أعظم الطرق لأن هذا القرآن سينفع صاحبه في الدنيا والآخرة إن البيت الذي يقرأ فيه القرآن تنصب عليه خيمة من نور تهتدي بها الملائكة الهابطة من السماء كما يهتدى بالكوكب الدري في لجج البحار نعم فإذا مات صاحب القرآن انطفأ ذلك النور الله فيسأل الملائكة بعضهم بعض أين صاحب القرآن الذي كان ينير بيته بتلاوته آناء الليل وأطراف النهار نعم فيقال إنه قد مات وساعة إذن يصعد القرآن إلى رب العزة فيسأله الشفاعة لصاحبه ثم ينزل بعد أن يغسل صاحبه فيوضع بين الجسد والكفن الله حتى إذا ما دفن صاحب القرآن وجاءه الملكان الأسودان الأزرقان وأجلساه للسؤال يتصور القرآن في صورة ملك جميل الطلعة الله فيجلس بين صاحبه وبين الملكين السائلين فإذا وجه الملكان السؤال لصاحب القرآن قال له القرآن لا عليك منهما لا تخف ولا تحزن فإني قد سألت الله أن يشفعني فيك فشفعني لذلك ينبغي أن نعيش مع القرآن وأن نعلم أولادنا الاتصال بالقرآن لأن لذلك فضلا عظيما في الدنيا والآخرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمشي مع أصحابه في المقابر ذات يوم فمر على قبر فأشار إليه وقال إن صاحب هذا القبر في عذاب ثم وصل المسيرة مع أصحابه نعم وبعد فترة وجيزة وهو عائد من نفس المكان أشار إلى نفس القبر وقال إن صاحب هذا القبر في نعيم نعم تعجب الصحابة نعم وقالوا يا رسول الله كيف كان صاحب هذا القبر في عذاب منذ فترة وجيزة ثم أصبح في نعيم بهذه السرعة قال لهم الحبيب لا أدري ولكن سأسأل لكم جبريل إذا جاءني بالوحي وجاء جبريل فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال له جبريل لا أدري ولكن سأسأل لك الله وصعد جبريل إلى رب العزة ثم نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد السلام يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك إن ذاك العبد كان مذنبا عاصيا مات وترك زوجته حبلا فكان يعذب بذنوبه في قبره وعندما ولد زوجته أنجبت غلاما فربته ولما بدأ يدرك الكلام أردت أن تعلمه ما ينفعه فأرسلته إلى شيخ من أصحابك ليعلمه القرآن في الوقت الذي كنتم تسيرون فيه أمام قبره فبدأ الشيخ تعليمه للغلام بأن قال له يا بني قل بسم الله الرحمن الرحيم فقال الغلام بسم الله الرحمن الرحيم هنا ناد جبار السماوات والأرض أن يا ملائكة ارفعوا عن هذا العبد العذاب فقد خرج من ظهره غلام يشهد أنني أنا الرحمن الرحيم فكيف لا أرحم أباه وهو يقول أني رحيم هذه رحمة البارئ جلت حكمته الشمس والبدر من أنوار حكمته والبر والبحر فيض من عطاياه الطير صبحه والوحش مجده والموج كبره والحوت ناجاه والنمل تحت الصخور الصم قدسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه والناس يعصونه جهرا فيسترهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه إذن ذكر الله بصفة عامة من أعلى مراتب تزكية النفس هل هناك مراتب أخرى دكتور؟ حقيقة التوبة النصوح لا بد أن يكون الإنسان أواب يعني كثير الرجوع إلى الله عز وجل بالتوبة لأن كل إنسان غاية ما يتمنى الإنسان العاقل دخول الجنة ولكن الله وضع شروطا أربعة في العبد الذي يدخله الله الجنة شروط أربعة نعم جاءت في سورة قاف في قول الحق جل جلاله وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب إذن فالعبد الذي يدخله الله الجنة ينبغي أن يكون أواب حفيظ خشي الرحمن بالغيب جاء بقلب منيب أواب أي كثير الرجوع إلى الله عز وجل بالتوبة كلما أزنب زنبا فإنه يبادر بالتوبة إلى الله ومن رحمة البارئ جلت حكمته أنه قال قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الزنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم في الحديث القدسي يقول رب العزة عبدي أذكرك وتنساني وأسترك ولا تخشاني لو أمرت الأرض لابتلعتك في بطنها لو أمرت البحار لأغرقتك في معينها ولكن أؤخرك إلى وقت أقضته وإلى أجل أجلته ولا بد لك ولكل نفس من المرور عليه والوقوف بين يدي أعد عليك أعمالك وأذكرك أفعالك حتى إذا أيقنت بالبوار أي بالهلاك حتى إذا أيقنت بالبوار وأدركت أنك من أهل النار أوليتك غفراني ومنحتك رضواني وقلت لك لا تحزن فقد غفرت لك الذنوب والأوزار ومن أجلك سميت نفسي العزيز الغفار دكتور قبل ما نروح للآيات اللي بتتكلم عن التسكير اسمح لي نكلم حدي جميل من أسيوت طبا ومكلمة من الأستاذ عادل من أسيوت بارك الله فيكم البرنامج الجميل والدكتور الجميل والمعلومات المقيمة الجميلة جدا ويا بيس كده يعني دمنامجي كده أكثر من كده إنه هو صراحة الدكتور عالم روحاني وموليه في مجالات كالسلام والدكتور عالم روحاني والدكتور عالم روحاني في مجالات كالسلام وبرنامج بارك الله فيكم هم سؤالين كده عدس أدهم يعني معلاش شيئاني عطيلة على الدكتور يعني سؤال الأول قرأت مقولة في الصوفية عن سؤال أحد الصالحين ما أحصر فيه على النفس فقال الإخلاص لأنه ليس فيها أي حص أو اللصيب كنت عادرح يعني هذه الجميلة بي صحيحة وبرضو دقية تاني كنت شفتها رأيك تاني كنت في البيض الجديم لأنه كنت عايش فيه وإجواء الفرن عبد من البيض يعني فيها ضيادة وطيب لتجير جنب الفرن يعني طيب نجاوب حضرتك حاضر حاضر أستاذ عادل وتحياتنا لأهل أسيط الكرام جميعا كل أهلها الطيبين دكتور يمكن حرك سمعت السؤال بتاع كلام طيب طبعا نشكر الأستاذ عادل على كلامه الطيب النقطة الأولى هو أصال النقطة مهمة جدا وهي كلام المتصوفة وطبعا إحنا عايزين نوضح الصوفي ومنصفة وتخلق بأخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم عشان برضو الناس تكون فهمة احنا بنتكلم عنه النقطة مهمة جدا وهي نقطة الإخلاص إخلاص القلب لله نعم إخلاص القلب لله سبب وسر من نجاح العبد ونجاة العبد ونجاته ولذلك احنا لما كنا بنتكلم كنا بنقول إن شروط دخول الجنة أربعة هذا ما تعدون لكل أواب نعم حافيز أي حافظ لحدود الله يصن نفسه ويرعاها من أن تقع فيما يعيد من خشي الرحمن بالغيب أي خاف ربه وهو بعيد عن الناس وعلم أن الله يراه رغم أنه لا يرى الله وهذا هو الإحسان وجاء بقلب وجاء بقلب منيب أي قلب مخلص مقبل على طاعة الله عز وجل من لم يكن في قلبه الرحمن أدركه القلق وطواه تيار الظلام وغاب في لجج الغسق لماذا القلب المخلص لماذا القلب السليم لماذا القلب النقي لأن هذا القلب يرتقي بصاحبه إلى مرتبة النفس الملهمة الملهمة احنا عندنا فيه نفس أمارة بالسوء أنواع النفس كده النفس الأمارة بالسوء الأمارة النفس اللوامة اللوامة النفس المطمئنة المطمئنة النفس الراضية النفس المرضية النفس الملهمة النفس الكاملة سبع أنواع بتدرج النفس الأمارة بالسوء إحنا عارفين طبعا أن كل إنسان بيوسوس له الشيطان وتدفعه نفسه الأمارة بالسوء إني بليت بأربع يرمينني بالنبل عن قوس له توتيره إبليسه والدنيا ونفسي والهوى نعم يا رب أنت على الخلاص قديره وقال آخر إني بليت بأربع ما سلطه إلا لأجل شقاوتي وعنائي إبليسه والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي وأرى الهوى تدعو إليه جوانهي في ظلمة الشهوات والأعراء إذن إحنا قولنا نفس الأمارة بالسوء اللي بتوسوس لصاحبها بعمل السيئة إحنا عايزين نقف مع نفس الأمارة دقيقة لأن نفس الأمارة هتأخذ مننا وقت شوي وما أبرئ نفسي إن النفس الأمارة بالسوء إلا مع رحمة الله ولكن الأخت محمد عايزة يعني تتشارك معنا فاسمح لنا نأخذ المكالمة دي أختنا محمد سلام عليكم يا دكتور وعليك السلام ورحمة الله وبركاته بالله عليك يا دكتور أنا عايزة أستصر منك على حدا بس بالله عليك يعني توضح لي الموضوع اللي أقوله لك دكتور يسمعك اتفضلي أنا ابني متوفف حد الله يرحمه ويصبرك إن شاء الله أنا بذل وقت جاني وفي المناء وورني بيت وجالي البيت ده بتاعي كين في نعم واضحة واضحة شيئا ما تماما تماما محمد بعدها عايزة عادي معاه جالي لا مزل الوقت يا ماما البيت ده بتاعت بس مزل الوقت بس أنا تحفقت وعدت وربنا كلمني أبشيري أبشيري إن شاء الله جالي أنا تحفقت وعدت أنا تحفقت وعدت وربنا كلمني وببص في إيد ربنا وجدت في إيده أربعين دي بني طي بس بالله عليك بالله عليك أنا نفسه أعرف اللي هي أربعين دي بني وربنا حاسب وعده ومع ربنا سبحان الله وتعالي أبشيري أبشيري يا محمد والدكتور حيجوبك حالا ويقيري قلبك إن شاء الله كتر خيرك وجزاك الله على الاتصال البشرة الطيبة اللي شافت فيها وطبعا حديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إذا قبض الله ولد العبد قال لملائكته قبضتم ولد عبدي قبضتم ثمرة فؤاده أو فلزة قلبه وهذا ينطبق على الأم وعلى الأب فيقولون نعم وأنت أعلم يا رب العالمين فيقول رب العالمين ماذا قال أو ماذا فعل فيقولون حمدك واسترجع يعني قال الحمد لله وقال إن لله وإن إليه راجعون فيقول ابنه لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد الله ابنها بقى بيبشرها ابنها المغفور له بإذن الله الذي سبقها إلى الجنة ليحجز لها مكانا هناك بيبشرها بإن البيت بتاعها موجود اللي هو بيت الحمد لأنها صبرت الله وطبعا اللي بيصبر على هذا الابتلاء ربنا سبحانه وتعالى بيكافؤ بمكافأة عظيمة لأن فقد الولد جرح لا يبرح قلب أمه وأبيه على مر الزمان لنهاية العمر الله نشوف فعا ربنا بيقول إيه في الحديث القدسي إذا ابتليت عبدي في ولده أو جسده أو ماله فصبر وحمدني استحييت منه يوم القيامة فلم أنصب له ميزانا ولا ديوانا وقلت يا ملائكة أدخلوه الجنة بغير حساب الله أكبر شوف باك نقطة مهمة جدا لما بنلاقي أن فيه ناس بتفقد أطفالها وهم صغيرين قبل البلوغ بنلاقي يوم القيامة بتشد الحرارة الشمس تدن من الرؤوس قدر ميل حرارة الشمس فوق الرؤوس حرارة الأنفاس والكل على صعيد واحد حرارة الحياة من الجبار حرارة خوف الفضيحة حرارة القلوب من الزنوب والمعاص اجتمع كل ذلك فسال العرق من أصل كل شعره هنا يزمأ الناس ويلهسون عطشا يظهر في أرض الموقف أطفال صغار شكلهم جميل يحملون في أيديهم أكواب من زهب وأباريق من فضة وقد أتوا فيها بماء عزب من نهر الكوثر من الجنة الله أكبر يبحثون عن آبائهم وأمهاتهم ليسقوهم شربة هنيئة لا يزمؤون بعدها أبدا هؤلاء هم الأفطار الذين ماتوا صغارا قبل بلوغهم في الدنيا فصبر آبائهم وأمهاتهم على فقدهم فيكافئهم الله عز وجل بشربة هنيئة لا يزمؤون بعدها أبدا الله أكبر أبشر يا حجم محمد بعد هذه الكلمات الطيبة والله إنها لبشرة فيصبر قلبك وصبرك إن شاء الله يعني جزيتي بي بيتا في الجنة هو بيت الحمد بإذن الله ولكن معنا اتصال الأستاذ أحمد السلام عليكم وعليك السلام ورحمة الله يا وبركاته أكلم الدكتور بعد اسمك الدكتور يسمعه تفضل يا دكتور فيه زنده معين يعني سطران الله وإياكم الواحد ملوم عليه أتوب منه وما يعني 15-20 شهر من الكثير وأرجع له تاني أتوب منه وكذلك يعني أعمل إياه دكتور يعني أعيب حل يعني أعيب على إذن الله حاضر يا أستاذ أحمد يعني إجراء الزمد ثم التوبة ثم العودة إلى الزمد مرة أخرى هذه صفة بشرية من صفات البشر نعم ولذلك نجد أن الله عز وجل نعم فتح باب التوبة وطركه مفتوحا إلا في حالتين نعم الحالة الأولى عند الغرغرة إذا وصل العبد إلى الغرغرة إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر نعم والغرغرة يعني وصول الروح إلى القلق نعم والحالة الثانية عند طلوع الشمس من مغربها كما قال صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا رآها الناس آمن من عليها يعني من على الأرض فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها إن لم تكن قد آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا نعم ما دون ذلك باب التوبة مفتوح نعم كلما أزنب العبد يعود يزنب ويعود والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال والله لو لم تزنبوا لزهب الله بكم وأتى بقوم يزنبون فيستغفرون الله فيغفر الله لهم ولذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بيبشرنا برحمة الله فبيقول إن لله مئة رحمة أرسل واحدة منها إلى عالم الأرض تتراحم بها الكائنات فيما بينها حتى إن الدابة لا ترفع وحافرها عن صغارها وهي ترضعهم حنوا عليهم ورحمة بهم وأبقى الله عنده تسعا وتسعين رحمة يرحم بها العبادة يوم القيامة لذلك عايزين نقول الأخ الكريم عليه بمجاهدة النفس مجاهدة النفس أي أن كان نوع الزمب يحاول أنه هو ياخد بالأسباب اللي تبعده عن الزمب يعني إذا كان الزمب ده ما يقدرش يفعله إلا هو الوحد ومنفرد يتجنب الانعزال يتجنب العزلة يتجنب الانطواء إذا كان الزمب ده بيأتي من وقت الفراغ يشغل أوقاته فيما يفيد بالقراءة بالذكر بتلاوة القرآن بمثل هذه الأمور يتحصن بذكر الله فهو أقوى جنود الأرض عندما خلق الله الأرض أخذت تهتز وتميت فأرساها الله بالجبال الراسيات فقالت الملائكة يا ربنا أخلقت ما هو أشد من الجبال قال الحديد يقطع الجبال قالوا أخلقت ما هو أشد من الحديد قال النار تذيب الحديد قالوا أخلقت ما هو أشد من النار قال الماء يطفئ النار قالوا أخلقت ما هو أشد من الماء قال السحاب يحمل الماء قالوا أخلقت ما هو أشد من السحاب قال الرياح تجري السحاب قالوا أخلقت ما هو أشد من الرياح قال ابن آدم يسخر الرياح قالوا أخلقت ما هو أشد من ابن آدم قال النوم فإن النوم يغلب ابن آدم قالوا أخلقت ما هو أشد من النوم قال الهم فإن الهم يذهب النوم فقالت الملائكة يا ربنا أخلقت ما هو أشد من الهم قال ذكري وقول لا إله إلا الله فإن ذلك يذهب الهموم ويفرج الكروب أكثر من ذكر الله وجاهد نفسك أكثر من ذكر الله ودوم على الاستغفار والتوبة وإن شاء الله بإذن الله ربنا يخلصك من هذه الآفة معنا الأستاذ أحمد من المنوفية ثم نستكمل الكلام الرائع عن تسكية النفس ولكن إحنا الحبايب النهاردة مستمتعين بحوار حضرتك يا عبد معنا تسول من المنوفية الأستاذ أحمد السلام عليكم مرحبا عليك السلام ورحمة الله وبركاته والرحمة الرحيم ألمطرق للذين يذقون أنفسهم قال الله يا زكي من يشاء ولا زنون فتينة السلام عليكم الله لعزيز صحيح سيد الدكتور أهلا لحضرتك وبركاته الكريم لسيد الدكتور محمد فعيد ربنا يجبر خطرك صراحة البرنامج جميل جدا ومسلط الدوء على أشياء طيبة بتفيدنا جميعا ربنا يبرك فيه أنا بأجب الشكر لحضرتك ودفة الكريم اللي موارد الدنيا يعني بنا تبقى رجاء وغارة صراحة يعني والله شخصيا يعني كلم طيب وغارة الناس طبعا يعني ربنا يعني يترمكوا كده الكلم كبير جدا وينفع الناس باجة لها المغزيز اسمح لي أسألة وحضرتك الأستاذ أحمد عبد المجيد من قناة من القرآن الكريم زاعة القرآن الكريم أهلا وسهلا بأخينا الفاضل الأستاذ أحمد عبد المجيد من زاعة القرآن الكريم وهو دائم التواصل معنا والمتابعة يعني قلبه معلق بالبرامج الدينية بندعينه بالتوفيق طبعا معدد الدكتور وانا يعني أنا بقول أني تسكيت النفس أصعب من علاج الأبدان صحيح صحيح اه انا بنشكر ليك ولأهلنا في المنوفية اللي دايما دايما بنتعلم منهم معدد الدكتور دايما كده بتجيب بيوف القرآن الأجلاء اللي فعلا يعني مش عارسين صحيح أي كلام مش نصوم حقهم هي والله أحسن إحنا مازلنا بنقول ومازلنا نتعلم من إزاعة القرآن الكريم التي شكلت في وجدنا يعني وكبرنا على أصواتها الطيبة الجميلة وأنتم اللي عاملون فيها فأسأل الله العظيم أن يجبر خطرك ورديك وإن شاء الله توعدنا بأن إحنا نستضيف الدكتور في إزاعة القرآن الكريم قريبا إن شاء الله إن شاء الله نفعد وهذا قرم كبير وكلم زينا من حضرتك ربنا يا حفظ شكرا على الدكتور شكرا جزيلا وعشنا على الأطال شكرا أسأل الله شكرا أسأل الله تحياتي أحمد دي عبد المجيد من إزاعة القرآن الكريم ربنا يا حفظك ونشوف الصحة والجمال كده سأبه صورة وداما مورة المدينة وكلها بتايل الهلام ربنا يا بارك فيك والصحة والجمال المنبر للعلم والدين وللأدب ولكل المنابر إن شاء الله ربنا يا حفظك شكرا أسأل الله وعزاكم ورفع كدركم شكرا جزيلا شكرا شكرا لحفظك شكرا أسأل الله تفضل تفضل خدتنا الاتصالات شوية عن البرنامج والمحاور ولكن حابب أول نحن نكمل ونوصل لسادة مشاهدين قيمة تسكية النفس وكنت حريص على إنه أسمع من حضرتك إنه هناك آيات كثيرة في القرآن جاءت تحث على تسكية النفس صحيح الآيات كثيرة ولكن يكفي أن نذكر أن الله عز وجل أقسم أحد عشر قسما في كتابه العزيز أقسم نعم ليدل على فلاح من زكى نفسه نعم فقال الحق سبحانه في سورة الشمس والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها وما سواها فألهمها فجورها وطقوها قد أفلح من زكاها وقد قاب من دسها لعظم هذا الأمر يقسم الله عز وجل قبل ذكره أحد عشر قسما قبل أن يذكر قد أفلح من زكاها لأن تسكية النفس من الأمور زي ما اسمعنا الأستاذ رحمد قال عبارة جميلة جدا أن تسكية النفوس أصعب من علاج الأبدان أو من بناء الأجساد نعم يعني قد يكون من السهل أن نشيد ناطحات السحاب صحيح أو نبني الغواصات التي تنخر عباب الماء نعم ولكن يعني من الصعب أن نشيد نفسا نقية تقية ترتقي إلى المراتب العليا زي ما ذكرنا أن النفس مراتب وأنواع ذكرنا أولها النفس الأمارة بالسطور أعازنا الله منها نعم النوع الثاني النفس اللوامة لا أقسمه بيوم القيامة ولا أقسمه بالنفس اللوامة نعم النفس اللوامة يسميها علماء النفس باسم الضمير الضمير وهي التي تراجع صاحبها دائما وتلومه وتعاتبه إذا أفعل زنبا نعم وتدفعه إلى المصارعة بالتوبة نعم هذه هي النفس اللوامة اللي بين أخونا أحمد كان بيتكلم دلوقتي ودائما اللوم نقوله يعني نرجو أن تكون من أصحاب نفوس اللوامة نعم إذن فالنفس اللوامة نعمة من نعم الله عز وجل لأنها تدفع صاحبها دائما إلى الفرار من المعصية وإلى التوبة من الزم نعم هذه النفس اللوامة بعد ذلك النفس المطمئن هناخدها دي بس لما ناخد إسكندرية الأول لإن إسكندرية على تيفون فأختنا وفاء من الإسكندرية أهل المساعدين عليك السلام ورحمة الله مكرا فليم الشيخ يا سما فضالي فان أبوكي فاندم أنا بمسكة ذكر على طول الحمد لله رب العالمين ويعني حياتي كلها تغيرت صراحة مئة وطرمين درجة الحمد لله يعني اتغيرت بكل حاجة حتى بطريقتي في يعني في حياتي مع ولادي مع زوجي اتغيرت للأحسن الحمد لله رب العالمين بس عندي مشكلة يعني حيتي تغير يعني أنا فتحة مشروع فدايما الدنيا وقفة عندي في حتة الشغل يعني الحمد لله أنا بذك والحمد لله رب العالمين على قد ما بقدر بس تعافي الشيطان بيوضي وفوكي كده بحاجات غريبة أفضل أستعز بالله وامسك محاول أوراكات إلا بنا كثير وخلاطه عن ما بكثير بس حالي ما بتغيرش يعني زي ما هو الشيطان يقول لي مثلا أقفل المكان دوت خلاص وكده أرجع برضا لا تتذبقش عن دولون لأنا أقف برضا على ريكريتاني كده مش عارفة هالدوت بتبقى مثلا حاجة من عند دولون اتباق مثلا نتذبق عليه ولا مش عارفة حاضر فضلت الدكتور يجاوبك يا أستاذة وفاء وأرجو إبلاغ التحيات لأهلنا في اسكندرية جميعا تشتكي ضيق الرزق رغم أنها تتمسك بالأسكار تتمسك بالصلاوات وتتمسك بالنهج الصالح صحيح إلا أنها ما زالت على الإحساس بديق الرزق ووسوسة الشيطان طبعا أختنا الكريمة ذكرت وساوس في نفسها نعم الوساوس اللي في نفسها ده ربما يكون شيء منها صحيح لأن الحسد حق والسحر حق والأمور لذلك دي ذكرت في الكتاب والسنة بطريقة مباشرة لذلك نحن نصح نصيحة بسيطة عشان إذا كان فيه شيء من هذا الأمر فيبطل ويحبط تماما ننصح أن هي المكان اللي هو مصدر رزقه أو المحل ده لو حتى هتقفلها نفسها وتفرغ نفسها مصد ساعة أو ساعة زمن تقرأ فيه سورة البقرة كاملة نعم نحن بنقول لها سورة البقرة رسول السلام قال عليكم بسورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة نعم سورة البقرة أي سحر أي عمل أي شيء ممكن يكون من سبب وقف الحال أو تعطيل الأرزاق أو ما شابه ذلك وده أمر وارد مش خرافة فإحنا بنقول لها تقرأ سورة البقرة بس بشرط عشان برضو إن عايزين أربع حاجات معينة تراعيهم وهي بتقرأ سورة البقرة نعم أولا إنها تكون على طهارة تكون على وضوء الأمر الثاني إنها تكون مستقبلة القبلة الأمر الثالث إن هي تقرأها متصلة نعم يعني ما تقطعهاش بفاصل ما تقرأش جزء وبعد كده التليفون يرن أو حد ينادي تقوم تتوقف وتكمل نعم لا أعايزينها متصلة وتقرأ بصوت حي بصوت حي يعني إيه يعني في بعض الناس يقولها هشغل كاسة التليفون أو هشغل صوت البقرة لازم تقرأ بصوت حي نعم وتكون على طهارة واستقبل القبلة وتكون متصلة وإن شاء الله لو في أي سبب من الأسباب اللي بتدور في ذهنها هتبطل وتزول بفضل الله عز وجل وإحنا وقتنا يعني بيشارف معنا تقريبا أربع دقائق أو أقل ومازال الكلام كثير حول تسكية النفس وكنا وصلنا لنفس المطمئنة نعم النفس المطمئنة التي اطمأنت للقاء الله لأنها صارت على الطريق الصحيح أو الطريق الصواب نعم من المعلوم أن الإنسان بصفة عامة النفس البشرية جبلت على كراهية الموت وحب الحياة نعم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ما كنت منه تنفر كنت منه تهرب ما كنت منه تخاف لكن النفس المطمئنة تتميز بأنها تطمئن للقاء ربها عز وجل نعم لذلك يقول الإمام بن القيم عليه سحائب الرحمة للعبد رب هو ملاقيه وبيت هو منتقل إليه وهو القبر نعم فعليه أن يزكي نفسه ويسترضي ربه قبل لقائه نعم ويعمر بيته قبل الانتقال إليه نعم لذلك علينا أن نسأل أنفسنا هل عمرنا بيوتنا الحقيقية بيوت الدنيا على أكمل وجه عمرناها زيناها أكملناها ولا نقول في ذلك بأس طالما من حلال ولكن من فكر فينا في أن يعمر بيته الحقيقية وهو القبر هل هناك فرق بين النفس المطمئنة والنفس الراضية النفس الراضية راضية بما قسمه الله له نعم صبر صبر دائم في كل الأحوال هذه النفس الراضية وصلت إلى درجة المرضية أن الله عز وجل يقول لهؤلاء قد أرضيتموني ورضيت عنكم الله يعني الله عز وجل يطلب رضا هؤلاء يعني يعطيهم حتى ولا سوف يعطيك ربك فترضى حتى يصل إلى درجة أرجطة نعم يبقى أنا لا ينقصني هنا إلا النفس الملهمة والكاملة النفس الملهمة الحديث فيها أعمق من أن نتناوله بسرعة نعم النفس الملهمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن منكم لمحدثين يعني الإنسان يكشف الله عز وجل له الحجب والأمثلة على ذلك كثيرة ولكن لا يتسع المقام لسردها طيب حتى أما النفس الكاملة فهي نفس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الكريم الله يشهد والملائك تشهد أن الذي حاز الكمال محمد صلى الله عليه وسلم أنا الحقيقة يعني أكثر ما يسعدني أن تأتي النهاية ونحن نذكر النبي محمد صلى الله عليه وآله بهذه الكلمات الطيبة وكنت أتمنى أنه الوقت يطول ولا ينتهي مع صاحب الكلمات الجميلة الطيبة شكرا هذه الحلقة عن تسكية نفسه وأعتقد أنها سوف تترك أثر في كل الذين شاهدوننا اليوم يعني أسأل الله عزم أن أجعلهم زن حسنتك هذه الكلمات الطيبة جميعا فضيلة الدكتور المفوه الرائع محمد السعيد أعطالله القادم من مدينة المنزلة من آخر الدنيا عشان نستمتع به أسأل الله عزم أن أجعلهم زن حسنتك أما عنكم أيها السادة تبتم بطيب المتابعة وحتى نلقاكم في لقاء آخر من برنامج هذا ديننا لكم كل التحية والتقدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة